شهرين مروا على بداية الحرب على قطاع غزة وبدأنا في الشهر الثالث والأحداث بتتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين وما زال قوات الاحتلال بتوسع من عملياتها الإجرامية في شمال ووسط وجنوب القطاع خلينا نتكلم عن طورات الأحداث بنرحب بضفنا الدكتور ماهر صافي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أهلا وسهلا بك دكتور صباح الشيء صباح الخير دكتور احنا شايفين تصاعد في الأحداث في غزة أحرك شيء في الأمور مشهد زي بعد شهرين والله المشهد يتكرر مع زيادة في عمليات القتل المباشر والتنكيل والاعتقال وتدمير البنية التحتية بما يزيد عن 65 إلى 70% مع زيادة أعداد الشهداء المعروفين والمفقدين نتحدث عن أكثر من 17 ألف شهيد خلافا لما تحت الأرض من شهداء والله أعلم ما يزيد عن 7500 بالإضافة إلى من استشهدوا في بداية معركة طفان الأقصى بالإضافة لعدد الأسرى اللي تم اعتقالهم وكلنا رأينا مشهد أمس هو يعاد تكرار النازية طبقا لما شهدناه إسرائيل لست تدعي أنها دولة أخلاقية عندما تنتقد كل ما يأتي فيه قرارات في صالح القضية أو في صالح الفلسطينيين يقول لك أنه تدني أخلاقه عندما اتهم السفير الإسرائيلي أنتونيو بأنه تدنى في أخلاقه في البداية عندما برر معركة طفان الأقصى وهجوم حماس بأنه حق للفلسطينيين الدفاع عن أرضهم وتقرير مصيرهم وبالأمس عندما تم تفعيل مادة 99 التي توجه تنبيها لمجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وأنا نتوقع أن يكون هناك قرار عاجل لأن ما يحدث في قطاع غزة هو يعيد إلى الأزهان النازية وما حصل في البصنة والهرسك عمليات إبادة جماعية قتل جماعي الآن تشتد وتيرة المعركة في الجنوب وفي الوسطى ولا ما كان آمن بالأمس في جباليا تم الهجوم قبل قليل تم إطلاق القنابل على المدارس الإواء أو الإواء في الشمال وتم إحراق العديد من المدارس وإصابة واستشهاد الكثير من الناس يعني الوضع مأساوي لدرجة كبيرة يعني حتى المجتمع الدولي الأم المتحدة الأوروبا بشكل عام لتحاد أوروبي يعني الردود ليس على مستوى القتل يجب أن يكون هناك تدخل واضح لأن ما يحدث هو إبادة ما يحدث هو تغيير للواقع الديمغرافي للواقع الإنساني يعني تهجير هو ضغط هو بما معناه ضغط قتل للمدنيين لتنين مليون واربعمائة ألف في غزة وضغط على القيادة المصرية يزج بمليون ونصف أو مليون واربعمائة حاليا في رفح من كافة مناطق قطاع غزة من بيت حنون حتى خان يونس بالاتجاه إلى رفح أيضا أثناء النزوح هناك قصف لقوافل النزوح من قبل طائرات الاحتلال هناك ازدواج للمعايير في أن يكون هناك حق للفلسطينيين من قبل أمريكا عندما يتحدث بلينكين على إسرائيل أن تتجنب المدنيين كيف تتجنب المدنيين نحن نتحدث عن مساحة صغيرة من قطاع غزة 365 كيلو متر طول 45 عرض 7 كيلو في بعض المناطق 12 كيلو إسرائيل تقول للمدنيين أو للسكان اذهبوا إلى منطقة المواصي ويتم فجر اليوم قصف بالزوارق البحرية للمناطق الغربية المدية خنيوس ورفح والنصيرات وكانها تريد أن تجمعهم في منطقة حتى يتم قصفها والقضاء اليوم نعيين مرة هو هذا السيناريو هناك الكثير من الإسرائيليين داخل إسرائيل وداخل القاضة هناك تغير في الفكر هم يريدون إبادة جمعية لقطاع غزة وهو أيضا ولا نغفل ما يحدث في الضفة الغربية هو مصغر سيحدث كما حدث في غزة سيحدث في جنين وفي الضفة الغربية وفي القدس العملية كبيرة جدا الوضع خطير إن لم تتدخل المجتمع كله الدول العربية والدول الأجنبية في هذا الوقت فالوضع كارثي جدا أكيد طيب يعني إحنا شايفين حرب إبادة بتحصل على أشقائنا في فلسطين يعني كيف تتوقف هذه الحرب مش هنقول متى ما حدش عنده توقيت لكن كيف تتوقف من يستطيع أن يوقف ما يحدث يعني السؤال مهم جدا من يستطيع هو من أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل منذ بداية العدوان الجسر الجوي بالقنابل بالسواريخ بالعتاد البشري واللوجستي والأسلحة السقيلة والمتطورة والقنابل يزيد عن 15 ألف قنبلة القنابل هذه تستخدم فيه دكة تحصينات خلافا على ما أشيعة قبل أيام عن أن إسرائيل أحضرت من ألمانيا مضخات مياه لضخها في الأنفاق هذه مشكلة خطيرة جدا البنية التحتية لإقطاع غزة متهالكة المياه الجوفية سيكون هناك يعني كارثة حقيقية في قطاع غزة بريطانيا تدعم إسرائيل أو تسير طائرات للتجسس حتى تعرف أين مكان الأسرع مكان الأسرع الحقيقي هو أن تجلس على المفاوضات وأن تقرب أن للمقاومة حقها في إبرام الصفقة وفي يعني ما يحدث داخل قطاع غزة من سياسة إسرائيل هو بسبب أن أمريكا عطتها ما تريد حتى اللحظة يعني بالأمس تصريح الولايات المتحدة الأمريكية بقول لك هناك بعض الأهداف العسكرية لم تصل إليها إسرائيل يعني تقضي على قطاع غزة قضت على 70% باجي 30% يعني هي تريد أن تقضي على قطاع غزة بمساعدة أمريكا وبريطانيا وفرنسا يعني يجب أن يكون هناك تدخل واضح ومن يوقف الحرب هو من بدأها وهو من أمدها بالسلاح أمريكا غير ذلك أستطيع أن أقول أن أمريكا هي من بدأت وهي عليها أن تنهي هذا الحرب طيب مع كل التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها وبعد مرور شهرين من بداية هذا العدوان هل حققت إسرائيل أي مكسب حتى اللحظة؟ لم تحقق أيها لأنها دخلت بأكتر من هدف الهدف الأول هو القطاع على المقاومة واسترجاع الأسرع والمحتجزين سواء المدنيين أو الجنود وما حدث في بداية أو منذ أيام قبل التهدئة أن المقاومة نفزت الشروط التي تريدها وعقدت الصفقة والتهدئة سبعة أيام وادعت إسرائيل أن حماس عارضت أو لم تلتزم بالشروط لا بالتفاوت تأخذ كل شيء إسرائيل لم تحقق أي هدف كما ذكرت هدف القضاع المقاومة لم تستطيع القضاع هدف استرداد الأسرة استرددتهم عبر الوسائل عبر الوسائل المصرية القطرية وهذا واضح للأيان أن تقضي على قادة حماس كل إنسان معرض أن يقتل أو أن يغتال حماس فكرة وباقية من الشعب هذا شيء مسلم به وأي أرض أو أي مكان محتل فيه مقاومة لاستعادة الحقوق فبالتالي إسرائيل أو نتنياهو كان يريد الانتقام لما حدث في غلاف غزة ومعركة الطفان وفشل كان يريد أن ينتقام من المقاومة فشل كان يريد استرداد الأسرة خلال 48 ساعة فشل كل الأهداف السياسية والأمنية والأسكرية فشل فيها نجح فيه هدف واحد وهو هدف إسرائيل القديم هو القضاء على الشعب الفلسطيني كمجازر ما يزيد عن 1400 مجزرة هناك عائلات تم مسحها من السجن المدني ولكن هذا هو مصير الشعب الفلسطيني دائما دفع ضريبة الأرض مقابل دماء الأطفال 8000 يزيد طفل أكثر من 4000 امرأة هذا هو بنك الأهداف الإسرائيلي أنه ينجح في القضاء على الأطفال يعني هذا يعني عقيدة لدى اليهودية أو لدى الصهرونية القتل الأطفال يعني قبل أيام قتل طفل أمام عين والديه قتله طفل لا يتعدى السنتين يعني هذه غريزة في الطابع اليهودي والمتطرفين وما يحدث في الضفة الغربية من اعتداءات المستوطنية فكرنا دلوقتي بالطفل رياني اللي سقط في البئر لو تفتكى حدثك العالم كله العالم كله لسه يعني قبل أيام نتحدث العالم كله انتفض لريان رحمه الله والعالم لم ينطفض لتين مليون واربعمائة ألف خلاف ما يحدث أيضا في الضفة الغربية إسرائيل تريد أن تمحوا قطاع غزة عن الخارطة وأيضا تكرر ما فعلته في غزة تفعله في الضفة الغربية التي منذ بداية العدوان يزيد عن 240 شهيد يزيد عن 3300 معتقل خلاف الانتهاكات المستوطنين خلاف تسليح 250 ألف مستوطن من أجل تمرير المخطط البريطاني الإسرائيلي وأضف عليه الأمريكي والألماني في تهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى الأردن في الضفة الغربية وإلى مصر من قطاع غزة ولكن ما نشهده من سقوط العديد من الشهداء وهم يدافعون عن أرضهم يعني مواقف عديدة يعني السكان المقيمين في مصر ويطالبون بفتح معبر رفح للدخول إلى غزة ومنهم استشد بالمناسبة مع قطاعه ومنهم استشد ومنهم استشد ذهب من مصر إلى غزة لكي يلقى مصيره يعني نسأل الله حسن الخاتمة له واستشد على أرض فلسطين يعني تقنعني أو إسرائيل يعني في رأيها أن من يأتي إلى وطنه جاء من بلجيكا جاء من بلجيكا لغزة من أجل أن يرى طراب ويرى أصراته ما يرمش زي مع عمل المستوطنين بالضبط فبالتالي هذه الأرض وهذا حق وتقرير مصيره ودولة فلسطينية وموقف الدولة أيضا المصرية واضح جدا منذ بداية الأزمة ومنذ بداية الأدوان بأن الشعب الفلسطيني له حق في قامة دولاته الفلسطينية على طراب أرضه وتقرير مصيره وأن ما يصبت من المدنيين هو ضريبة يدفعها للتمسك بالأرض وكان في حلول عجلة قدمت الدولة المصرية لمحاولة وقف إطلاق النار ولإقرار هدنة إنسانية وللضغوط الدولية اللي مرستها الدولة المصرية لإدخال المساعدات برغم كل ده إحنا شايفين أن مازالت إسرائيل بتحاول أنها تستمر في منهج الإبادة اللي هي بتحاول تقوم به مش بس بتحاول تبيد الأرواح إحنا شايفينها مازالت بتحاول تنتهج شكل تدميري للبنية التحتية لغزة وكأن ما تبقى القليل أقل القليل من ما تبقى من البنية التحتية ده مازال هدف لإسرائيل يعني إسرائيل منذ بداية العدوان وتزرعت بأن المستشفيات هنا هي مقر للمقاومة ومقر لحركة حماس وأن الأسرة موجودين تحت المستشفيات وبقيت 14 أو 70 استهدفت قسم الولادة في مستشفى الشفاء مستشفى الشفاء لا وكل المستشفيات مستشفى الأقصى العدوان الأندونيسي المعمداني القصفة من قبل طائرات المحتلة الإسرائيلي وسقط ما يزيد عن 500 ألف شهيد وكانت البداية لقصف المستشفيات الرنتيسي الوفاء قبل قليل المسنين تم قصفه مستشفى الشفاء تم تدميره بشكل كامل خرجت المستشفيات عن الخدمة تم قصف العديد من الجامعات والمؤسسات في قطاع غزة فالهدف تدميري والهدف هو قتل والهدف هو التزرع بأن المقاومة تحت المستشفيات تحت المدارس وتحت المؤسسات كل هذه الإدعاة أطلقوا كذبة كبيرة وصدقوها وصدقتها أمريكا ولكن دخلوا الشفاء لم يجدوا أي شيء دخلوا المعمداني دخلوا الرنتيسي دخلوا كافة المناطق حتى قبل قليل كان هناك اشتباك فجر اليوم بين قوة إسرائيلية حاولت الدخول لأحد الأنفاق وقتل أسير إسرائيلي وقتلت القوة فالوضع خطير جدا إن لم يتدخل أمريكا في الموضوع بشكل مباشر مع الجهود المتواصلة من قبل الوساطة المصرية القطرية وأنا أتوقع أنه خلال الساعات القادمة سيكون هناك وقف وحل مؤقت وهدنة لأنه بدون هدنة لا تستطيع إسرائيل الحصول على عصرها طيب دكتور منذ اللحظة الأولى والرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من توسيع دائرة الصراع وأعتقد أننا اللي بنشوفه دلوقتي هو اتساع كبير جدا لدائرة الصراع شفنا هجوم من لبنان وسوريا أو قصف من لبنان وسوريا على إسرائيل وبالتالي هناك رد من الجانب الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من تل أبيب أن تترك لها الرد على الحوثيين وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر شايف الأمور بتتجه إلى تصعيد مزيد من التصعيد في المنطقة؟ لأن هذا هو هدف إسرائيل وأمريكا وكما تكرمت أن أمريكا وجهت رسالة لإسرائيل بأن سبيكي من الحسيين وإحنا مرد عليهم وكان رأي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ بداية الأدوان بأننا لا نريد توسيع لهذا الأدوان في المنطقة لأن توسيعه هو يعني أن هناك أزمة حقيقية على الأرض وهذا ما تريده إسرائيل تريد أن تنفذ المطامع القديمة الحديثة في منطقة الشرق الأوسط بأسلوبها المعروف أطلق عليه حرب الحضارات بمعاونة أمريكا حاولت في الربيع العربي أن تنشئ أو أن تحدث حروب أهلية في المنطقة حدثت بعض في اليمن في العراق في سوريا وحاولت في مصر وفشلت الإدارة حكيمة كانت وأفشلت المخطط أنا أسميها المخطط الأمريكا إسرائيلي في انتشار الحروب الأهلية في المنطقة ولخبطت الأوراق والسيطرة على منطقة الشرق الأوسط وقالها بايدن عندما تحدث عن نفسه بأن أنا صهيوني وأن إسرائيل يجب أن تعيش بحرية دون المساس بها يعني هذا يعلن بشكل واضح بأن إسرائيل موجودة وبأن إسرائيل لا مساسة بها وإن لم تكن موجودة في المنطقة لوجدناها لوجدناها بالفعل فبالتالي دفاع أمريكا عن إسرائيل بشكل سافر وصمت المجتمع الذي تخبطه عندما روسيا هاجمت أوكرانيا بشكل واضح فكان هناك يعني هذا يبرر لك ازدواجية المعايير في أوكرانيا كانت المعايير واضحة بأن الهجوم على أوكرانيا يعني ممنوع وجيش مقابل جيش برد وكانت روسيا لا تضرب المدنيين هناك قليل من سقطوا في مناطق عسكرية كان فيها أطفال أو نساء ومدنيين لا وحجم السكان في أوكرانيا عن قطاع غزة يعني حجم كبير تحدث عن ملايين مقابل 2 مليون نحن شايفين استهداف واضح وصريح للمدنيين وشايفين استهداف للمؤسسات كمان الخدمية يعني المستشفيات شايفين الاستهداف الصريح لها يعني نتعشم إن شاء الله يعني قصف بيوت وعبراج يعني في برج وهذا ينطبق على الكثير يعني أحد الأصدقاء برج من حوالي 180 شخص لم ينجوا يعني اللي نجى ربنا كتب له عمر جديد ولكن 120 شهيد من أسرتين في نفس البرج يعني مجتمعتان بسبب الحرب والأمور الهدفة اجتمعوا في المكان ورفضوا أن يخرجوا لأنهم كانوا متمسكين بالأرض وقيس على العائلات التي تم مسحها من السجل المدني ما يزيد على 1400 عائلة يعني الذي يحدث هو إبادة جماعية لتنين مليون وأربعمائة ألف والخوف من الزج ومستمر في رفح أن يحدث الفاجعة أن تحدث الكارثة وأن تقوم الطائرات بقصف النازحين في رفح وهذا يعني شيء ينزر بإبادة جماعية لشعب فلسطيني في قطاع غزة يجب أن يكون هناك تدخل يعني نعمل في تدخل دولي سريع وعيضا الدول العربية ككل تضغط في شكل مباشر شحن دولي لرفض ما يحدث على أرض قطاع غزة وعلى الأرض الفلسطينية بصفة عامة كل شكرا لك دكتور ماهر صافي الكاتب والمحل السياسي الفلسطيني شكرا جزيلا لوجودك معنا